أنا واحد من الناس كنت نقم جدا على اللي بيحصل قبل كده بس بحكم أنا شغال في جلة قومية وصحفي قومي برضو مش قادر عبر قوي عن جوايا وحاسس بخطر كبير على بلدي 2008 كتبت بعد أحداث المحلة 6 إبريل اللي طلعت على أساسها 6 إبريل كتبت مقال موجود والتاريخ موجود 2008 6 إبريل 2008 أو 7 إبريل ما أنا لازي يريد أن يخطف مصر وعديت أربعجات قلت الحزب الوطني وقلت الإخوان المسلمين وقلت أصدقاء أمريكا في مصر وسميتهم الناس اللي كانت بتحج الجاردن سيتي للسفارة الأمريكية وقلت بقايا الشيوعيين اللي هم كانوا موجودين كده شزاراته كانوا بيخرجوا يرفعوا العالم الشيوعي وغيره دول هم اللاعبين الأساسين كانوا في صورة 25 يناير مقاعة الجمل وغيره 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 المهم الإخوان وصلوا للحكم بحكم إحنا بقا يعني إحنا مش عايزين للحزب الوطني ييجي تاني مش عايزين الرموز دي تيجي تاني فوصلوا للحكم وتخدعنا كلنا فيهم بنجرب دول بقا يمكن ربنا يهدي بقا بيقولون على نفسهم توا رب دينا هم بقا هم يقولوا بقا مسيحنا برضو ما هم انت كان مستجير من النار بالرنباء انت هتعمل ايه ده رعد شوية يعني اه يعني ما هدي انت هنا ملسوع بتتحرق وهنا هتتلسع فانجار خلي اللي اسعى أخف شوية فهم نفسهم ما صدقوش نفسهم هم بدقوا ومن هنا كان متشلهم متشلهم الشنيع والزريع مفهوم الدولة الوطنية ما استوعبوهوش خالص هم عندهم مشروع أنا يمكن خلال السنة دي عملت حوار مع المتحدث الرسمي كان اسموه الغزلاني ده سألته سؤال ونشرته في مجالة دكتور لهو اللي كان دكتور ده الشاب الصغير ده لا 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 الغزلاني ده حد كبير اه ده حد تاني شاب الصغير ده انا عملت معه حوار مجاوبش على وقت سؤال وغسلته في الستوديو والحلقة موجودة وهم في السلطة بعتها لي بقى بعتها انا سألت للغزلاني ده قلت له انتو امتا هتبقوا مصريين امتا الاخوان المسلمين يبقوا مصريين او المصريين يبقوا كلهم اخوان مسلمين قال لي يعني ايه ما فهمش السؤال يعني انتو فصلين نفسوكو قلت له طريط اشرح له بقى قلت له انتو فصلين نفسوكو عن الناس انتو فصلين اه نفسوكو جايبين وعافلين على نفسوكو وعملين جيتو على نفسوكو هم نفسوهم بدأوا يجيبوا كواديرهم يسكنوها ايه ما عندهمش دارة الدولة لا بروتوكول ولا تواصل حقيقي مع الشعب لا سياسة ولا بروتوكول ولا غيره ولا يعرف كفاءات بجده خالص هو مجرد تنظيم تنظيم سري وبيكافئ اصحابه بالضبط بالضبط كان فيه اهل وعشاته انا كنت تعرف مدرس مدرس في مدرسة ابتدائية في قرية في فجأة بصيت لقيتو في الجردان بتاع الحزب بتاعهم ده الحرية العدالة فجأة لقيتو بيطلع على البي بي سي وبعد ما كان بيتمنى واحد صحفي يقوله ازايك عابل فيها ما عرفش ويرمي الميكرافون ويقوم يسيب البرنامج ويمشي انت مالك انت وما للصحافة وما للإعلام ويتفق على مين لو ما عرفش مين معاه ووافق ما يطلعش اه هم هم طمعوا كمان واستعجلوا وقالوا احنا بقالنا 75 سنة ولا ما عرفش كم سنة مش وقالنا ناخد بقى حقوقنا بقى من اول اه من اول الرئاسة بعد ما قتلوا يعني بعد ما قتلوا القراشي والجرائم الإجرام واللي عملو ده بينتهموا مننا كأنه هم اللي ليهم عندنا حقوق بدأوا كمان يدوروا على ما يشابهم او ما يتصورون انه يساندهم في مشروعهم راحوا تركيا عشان تركيا كمان كان لها في الرسمة تاعت برا دي تركيا كان لها دور راحوا الدولة العربية المشهورة لانهم الدولة زي الدولة كان تم اقناعهم انهم هن هتقوم الخلافة الإسلامية وانتوا هتقودوا العالم الإسلامي راحوا ايران رغم التبيونات الشيعة وسنة راحوا ايران وفتحوا الباب ومع فيش ادراك لانهم بيعملوا مش مش بيعملوا الدنيا كده هتخرب منكم هتفلت من ايديكم المسائل مش تقدروا تسيطروا عليها مش تقدروا تسيطروا مفيش اي حوكمة يعني اعرف لفظة الحوكمة باختصار انتوا ما عندكوش لحكمة ولا حوكمة ايه ولا شفافية ولا انتوا تمعتوا ومش فاهمين بتعملوا ايه والخبط العشوائي بدأ في كل المجالات الاقتصاد والسياسة والديبلوماسية انا عايز اروح الهند عايز اروح الصين عايز طب وبعدين طب عايز صندوق النقد الحرام طب انا عايز بتاع المعونة بتاعته ولا عايز القرد بتاعه هو لا عارف يعمل ايه ولا عارف يحكم ازاي ولا عنده مشروع حقيقي كل مشروعهم انهم يسيطروا على اكبر مساحة من الحكم يسيطروا على الاعلام يسيطروا على القضاء يسيطروا على اله على كل حاجة على الرئاسة على كله اه نتعاون انت طب عايزين اي حد طب عايز مدام هيدين قرشينه وطبعنا ده دوله اللي هو عايزه اه فين الامن القوم بتاع الدولة مش باين اه طب احنا مش هنضرب عند اسرائيل لكن ممكن نساعد في الانفاق ونفتح ونخل الارهابين يخشوا سينة ونعمل لكن مش هنضرب عند ناحية اسرائيل فكانوا السنة اللي قاعدوها كان اسرائيل ما ما طال فيش طلقة طلعت ناحيتها على القدس شوي اه رايحين بالمهم ما سابوش بداية التحريق خالص ما فيش طلقة طلعت ناحية اسرائيل اه